طيب اليوم ان شاء الله بدنا نكفي في موضوع خوارزمية البحث اوكي بشكل سريع بدنا نعمل ريكاب مراجعة سريع احنا اخذنا الديبث فيرست تريسيرش انه هنا بدي ادور على النود الاعمق وهنا بروح بدور على النود ضحلة والنود العرضية الاقرب للسطح او الاقرب للروت وحكينا الاتراتف ديبنينك سيرش ايش الاتراتف ديبنينك سيرش رحنا دمجنا بين التو سيرش الالجورثم اليوى الدبث مع البريدث انه بيشغله بشكل اتراتف بشكل متكراري انه شغلي الدبث الالجورثم وحط لي الدبث لمت واحد اذا ما لقيتش حال روح على المستوى اللي بعده حط لي المت اتنين وشغلي الدبث فيرست سيرش تمام؟ اذا ما لقيتش حال روح على المستوى اللي بعده وهكذا لغاية لما توجد حال اوكي؟ بهذا الشكل وحكينا عال cost sensitive search تمام؟ انه انا بدي احط انا عندي في النود الكوست وبدي اخدها بعين الاعتبار واخدنا ال uniform cost search انه انا بدي اختار النود حسب الكوست تبعتها بهذا الشكل زي ما حكينا انه هايو زي ما شوفنا بالتدريج انا عندي 3 و 9 و 1 مين اللي لها يعني اعلى اولوية priority اللي اقل cost اللي هي الواحد عملت لها expand النود اللي بعضيها 16 ليش 16؟ هاي انا عندي هايو 1 تمام؟ من الاس لالبي والبي عملت expand لالكو 16 عفوا 15 15 و 1 16 اوكي الان 16 و 9 و 3 طبعا بدي يكون فيه يعني عندي check هل الكو هادي هي القول لا بدي اختار نود تانية في ال expand قليلت الاختيار ايش بدي يكون 9 ولا 3 3 لانه الكوست تبعتها اقل وهكذا بكمل لغاية لما اصل للقول بهذا الشكل تمام؟ وحكينا عن الخصائص تبعت ال uniform cost search وحكينا عن الكو ورجعنا انه فعلا انه الكو هو عبارة عن data structure اختار انا بحط فيها كل النود بعطي وبختار النود هادي حسب طبيعة لكو اذا كان priority او فيفو او ليفو تمام؟ طبعا حسب الخاورزميات اللي احنا اخدناها سواء كان depth او breadth او uniform cost وحكينا عن انه search function انه هي فعلية نفس الدولة ولكن ايش بمرر؟ بمرر كل مرة استراتيجي مختلفة اذا انا بدي اشغل يعني باستخدام استراتيجيات مختلفة عشان اوجد الحل يعني ممكن استخدم استراتيجيات depth فبالتالي انا بدي له problem وهنا بدي له depth وdepth هادي هي اللي بتحدد قلية اختيار النود طبعا هنا في عندي شرطين مهمين عفوا في عندي شرط مهم انه النود اللي اخترتها هادي ايش بدي اروح افحصها هل هي goal state وساعتها بروح برجع الحل اذا كان صحيح واذا ما كانتش الحل شو بدي اصاوي بدي اعملها expand وهكذا الالغورثم بيستمر بشكل loop تمام لغاية لما يصير يتحقق هذا الشرط وانه يعمل stop لانه الدالة في البرمجة لما بعمل return في مكان ما خلاص بطلع من الدالة تمام اوكي الان المحاضرة هادي بنا نحكي على ال informed search في عندي نوع جديد من search اسمه informed search شو الفرق في هنا عندي السابق uninformed search وخلي بالكم ما بدي ايكم تخلطوا بين ال uninformed و ال uniformed cost search ال uninformed معنا ذلك هو عكس ال informed ال informed انه بدي يكون في عندي information عبا يعني انه ال goal وين موجود اما ال uniformed ال uninformed search عفوا هو عبارة عن blind search احنا مش عارفين وين ال goal بظن افحص كل نود بعملها visit بختارها هل هي ال goal؟ لا اعمل expand اللي وراها هل هي ال goal؟ اعمل expand اللي وراها بعرفش انه هل انا قريب من الحل؟ هل انا بعيد من الحل؟ لا ويش الخورزميات اللي بتقع تحت هذه الفئة اللي احنا اخذناهم depth والbreedeth والuniformed cost search اوكي؟ كمان مرة هذا blind وليش سميناه blind؟ لانه احنا ما في عنا اي معلومة وين ال goal موجود بعرفش وين ما كانت لكن هنا بدي 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 اعمل خورزميات جديدة وبيدي يكون في عندي معلومة الحل وين موجود طبعا بدي يكون وضع الالغورثيكم هنا افضل ويش السيرش الموجود انا عندي الهيوريستيك سيرش الجريدي الاسطار والغراف سيرش برضو تمام؟ بدي يكون فينا عندي معلومة انه ال goal وين موجود ما كانه نيجي للهيوريستيك ايش هو الهيوريستيك؟ الهيوريستيك هو عبارة عن دالة بتعمل استيميت انه how close a state to the goal هادي المعلومة مش موجودة انا عندي كانت سابقا ايش بننضيف معلومة جديدة انه كل نود بدنا نضيف الها معلومة انه قديش النود هادي قريبة من ال goal تمام؟ نتخيل الموضوع كيف هالجيت راح نرجع لرومانيا خريطة رومانيا ونشوف كيف الوضع بيكون اوكي طيب لنفترض انه انا في عندي في ال back man انه انا عندي هاي ال agent تمام؟ وانا بدي اختار هايش الحركات اللي موجودة عندي شمال يمين فوق صح؟ فيش مجال انه انا اروح تحت والجول تبعي انا اكلت كل الحبات مش ضايلة انا عندي غير هاي الحبة الآن ال action اللي هو بده ياخده انه هل انا لو رحت على اليمين هايو انا عندي موجود هنا لو رحت على اليمين هل انا قريب من الحال؟ بدي يكون في عندي دالة بتديني زي number heuristic تقدير estimate انه قديش انه والله الاتجاه هذا جريب من الحال بقول لي لا انت هيك بتبعد فما بختار هذا الاتجاه تمام؟ باجي الان للاتجاه اليسار لو انا رحت بالاتجاه اليسار عفوا انا هنا بروح بالاتجاه اليمين هنا هنا بروح بالاتجاه اليسار باتجاه اليسار هل الاتجاه هذا فعلا انه هو قريب من القول تبعي؟ انت لو رحت هيك بتبعد عن القول تبعك هايو لكن لو رحت بالاتجاه هذا انت بتقرب من الجول. فبالتالي بحكي لي انه بتروح بترجع لي رقم اعلى انه اه انت قريب من الجول. فبروق بختار هذا الحال. ونفس الشي بسوي للأكشن اللي فوق. واضح شو معناته هيوريستيك. يبقى لي هيوريستيك هي عبارة عن دالة. بتديني تقدير او بتعمل استيميت اذا نمبر يعني. ترجع لي قديش انه هادي او قريبة من الجول. نجرب هادا الكلام. طبعا هادا الكلام انا ممكن اقيسه باستخدام المنهات. انو انا عندي هنا انا عندي زي هيك انا عندي هيك خمسة وعشرة. فبالتالي انت ممكن تقيس هادا. تمام? بطلع انا عندي حدعاش بوينت اتنين. وعلى هادا الاساس انونا بختاره. طب كيف ممكن نطبق هادا الكلام لاراد? عفوا لخريط رومانيا. انا عندي هاي. انا موجود في اراد. تمام? والقول انا عندي بوخارست. ايش بروح بعمل? بده اضيف معلومة مش انا في عندي معلومة انه عند الانتقال من نود لنود. انا في عندي كديش الكوست? تمام? بده اضيف معلومة تانية انه هاي المدينة كديش بتبعد عن بوخارست? هاد المدينة كديش بتبعد عن بوخارست? طبعا هادا الكلام احنا بنعبر عنه بستريت لاين ديستانس. هل هادا الكلام صحيح? لا مش صحيح لانه المدينة هاي. اه 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 فيش ستريت لاين بوصل لبوخارست مباشرة. لا انا عندي طريق متعرجة. لكن هادا عبارة عن مرة تانية برجع بأكد على جزئية انه انت كيف ممكن اتعرف او تعمل تبعتك. فاحنا بده نعمل للتبسيط تمام? احنا لسه step by step. للتبسيط ايش حكينا? حكينا انه انا بدي اعتبر انه الهيرستيك تبعتي هي عبارة عن لستريت لاين ديستانس. فبالتالي هنا بدي اجي انا اطلع ايش الخيارات الموجودة عندي. الخيارات انه انا في اراد. انه انا بدي اتروح بهذا الاتجاه. بهذا الاتجاه. بهذا الاتجاه. اوكي. الان الهيرستيك تبعي. انه انا في عندي ثلاث خيارات. الان بدي اجي اقيف لستريت لاين ديستانس. من هادي. تا هنا. وهادي. وهادي. الفطنة بتقول المنطق بيقول والله انت اذا طلعت فوق حتروح على المدينة هادي. هيك انت بتبعد عن بوخارست. مش من المنطق انه انت تختارها فبدي ارجع هنا. هل انا قريب من القول? قل له لا. لا. ما تختارش هذا الاتجاه. انت بتبعد. زي كأنه انت مثلا بدك تروح باتجاه الجنوب وانت روح تسلك الطريق بروح بلك باتجاه الشمال. لا مش صح. انت ارجع يعني. انت بتبعد عن القول تبعك. تمام? الان يجي بين هنا وبين هنا. هاي المدينة. وهاي المدينة. تميسورة و سيبوي. مين اقرب? مين الستريت لاين ديستانس اقرب? اي نعم فيش ستريت لاين بينها وبين بوخارست لكن واضح انه هاي المدينة اقرب. فهاي معنات له هيوريستيك. هيوريستيك انه زي كأنه انت بتستخدم الحس الفطنة اللي موجود عندك. يعني زدنا شوية ذكاء للخوارزمية. انه لا بدي يكون اختيار النود بدك تكون صاحي اكتر. اختار النود اللي انت بتقرب فيها على القول. ما تبعدش فيها عن القول. فبدي يكون في عندي هنا لستة. ايش فيها? فيها الستريت لاين ديستانس بين كل مدينة وبوخارست. لاحظ انه المسافة من بوخارست لبوخارست سفر. من اراض لبوخارست تلتمية وستة وستين. من كرواتيا لعفوا من كروفيا لبوخارست مية وستين كيلو. الى اخرى. تمام? وهادي الدالة ايش بنا نسميها? اتش اكس. ايش بترجعلي? بترجعلي نمبر. والنمبر للبروبلم هادي كمثال ايش حكينا عنه? حكينا عنه انه عبارة عن ستريت لاين ديستانس للتبسيط كالسامشين. ممكن اختار دالة مختلفة. بس احنا خلينا ستيب باي ستيب. اوكي? طيب. خلصنا هيك. موضوع لا هيورستيك. واتحط هي اي اسئلة على هيورستيك. عشان ننتقل لالجريدي. هي اي اسئلة يا جماعة? يعني هي لازم تكون ستريت. يعني الطريقة اللي. احنا حكينا اسمبشن. احنا حكينا اسمبشن. يعني اسمبشن للتبسيط. انا ممكن اختار هيورستيك فانكشن تانية. عدنا في السلايد اللي بعديها. هنشوف كيف هيكون مطلوب منا انه احنا نحط نعمل دالة. دالة هيورستيك. عشان احنا نستخدمها في السيرش لل يعني في 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 السيرش الالجوريثم تبعي. تمام? فاحد الطرق. انه احنا ممكن نعمل اسمبشن انه ممكن ان احنا نختار هادي الدالة للتبسيط. اوكي? وفعليا لما نيجي نطبقها. هنلاقي انه هي فعلا الدالة هادي مفيدة او هادا الاسمبشن مفيد انه نستخدم ممكن حدا تاني يجي يقول لا انا بديش استخدم بديش استخدم الريال ديستانس. ايش يعني الريال ديستانس? انه باجي بقول انه والله انا عندي المدينة هادي. بديش بتبعد عن اراد. بتبعد عن اراد تمانين زائد سبعة وتسعين زائد مية واحد. زي هيك. تمام? بس المشكلة اللي موجودة عندي انه انا في عندي اكتر من مصار. بدي اختار والله اقل مصار ولا ايش بالزبط ايش يعني كيف بدي عرف دالة ليه يوريستيك. الان عشان نختصر هدا الكلام كله. بدي 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 الطرق هادي بدي افترض انه هي مش موجودة وبدي اعتبر الاستريت لاين ديستانس. هو شوفه دايما انه انا اعمل ريلاكسيشن للبروبلم. ايش معناه ريلاكسيشن? انه انا ابسطها. تمام? وبسط الاسمشن. قد يكون الاسمشن هدا مش صحيح مش من يعني هو فعليا مش موجود على ارض الواقع. فش خط مستقيم بين مدينة كزا ومدينة كزا. لا فيه خط متعرج. لكن الاسمشن هدا اللي انت بتسويه بساعد كتير في ايجاد الحال. ليش? لانه زاعدني انه المدينة هادي انه انا استبعدها. مروحش باتجاهها لانه هيك انت بتبعد عن القول. المنطق بيقول يا بتروح هيك يا بتروح هيك. تمام? معنا الكلام. جوابا لسؤالك انه مش بالضرورة انه تكون هي عبارة عن لكن احنا هدا عبارة عن مثال. ممكن تكون شغلة تانية غير وهدا راح يكون دوركم. يعني هذا المصاقب يعتمد على التحليل بشكل كتير كبير وعلى التفكير. راح ألطيكم problem وبدي ايك تحط اللي هيوريستيك function. عشان نستخدمها في search algorithm. كيف ممكن انت تصيخها. اوكي؟ اضحط. في اي اسطلة تانية عن الهوريستيك? اوكي هيك خلصنا الهوريستيك. وين بنا نروح؟ بنا نروح باتجاه greedy. greedy. ايش معناة greedy? ايش الفكرة تبعته؟ expand the node that seems closest. closest لا مين؟ للنود اللي انا موجود فيها حاليا. يعني انا عندي هنا النوع اراد 366. تمام؟ انا في عندي ثلاث خيارات. زرند تميسورا سيبوي 374 329 200 و 53 مين الاقرب للجول تبعي؟ بناء على straight line distance تمام؟ انا لو جيت اطلعت على زرند هيها 374 هيا تمام؟ وهكذا بالنسبة للتميسورا وهنا سيبوي فالاقل هي 253 بين هدول فبالتالي بروح باختارها تمام؟ فبروح بطلعنا عندي ارقام تانية زي هيك مية وتلاتة وتسعين تلاتمية وتمانين مية وستة وسبعين فرجاس فجراس عفوا اوكي فجراس هي مية وستة وسبعين مية وستة وسبعين هاي اوكي انما احتوى مية وسبعين يبدو في خطأ اوكي فهذه هي الاقل فبروح باختارها تمام؟ انت في عندك خيار ان انت ترجع ل سيبوي تمام؟ وعند الكلام انه خلاص انا كنت فيها يفترض انه ما اخدوش هذا يعني بس انا بس بجرد بعمل expand ومن فجراس بروح على بوخرست وبالتالي صارت انا عندي zero فبالتالي دايما الجريدي بيختار النود الاقل او الاقرب لا للجول اوكي طيب هل هذا الكلام دايما صحيح؟ لا هل هذا الكلام؟ ليش مين عنده اسئلة؟ اه تمام اوكي طيب ليش مش صحيح؟ ناخد مثال المثال هذا انه على سبيل المثال على سبيل المثال على سبيل المثال صحيح؟ ما فيش نوتر عامة موجود في هاي المدينة اوكي اوكي وبدي اروح على فاقرمس فبالتالي عيل ستريت لين ديستانس هنا وعيل ستريت لين ديستانس هنا انا في عندي خيار انزل هنا وفي عندي خيار انزل هنا تمام تمام؟ الان من هاي المدينة انه انا ممكن اروح بهذا الاتجاه لانه لانه الكوست من من نيمت لفجراس هي الاقل انه هادي المسافة هي اقل تمام؟ فبالتالي انه لا مش صحيح لانه فعليا انا بقدرش يعني يعني ما فيش مجال انه الا انه انزل انزول بهذا الشكل فبالتالي هيك الطمع انه هو تروح باختار المدينة الاقرب للدست تمام؟ فبالتالي الاسمشن تبع على straight line distance هنا في هاد الحالة بيكون في عندي في مشكلة اي مشكلة الجريدي تمام؟ لاحظوا انه الجريدي الالغوريثي مستخدم لهيوريستيك اللي احنا عملناها عرفناها قبل تمام؟ الاتش الاتش فونكشن هاي هذه الاتش استخدمها فبالتالي الهيوريستيك هي عبارة عن دالة مش استراتيجية في البحث لكن الجريدي هي عبارة عن استراتيجية في البحث وايش بتعتمد بتعتمد على الاتش تمام؟ والاتش الفرضية اللي احنا فرضناها هي عبارة عن straight line distance شفنا ايش المشاكل تبعتها لانه دايماً بتطلع على يعني على النودز اللي اقرب للجول وممكن يكون لا مش مش صحيح انه انا اروحي لها اوكي؟ وهي المثال اللي احنا شفنا طب هان ليش مش صحيح يعني؟ لانه زي ما حكينا انه انا عندي هنا وانا موجود في هادي المدينة صح؟ هاي الانيشيال استيت تبعتي وايش القول انه انا بدي اروح على فاقراس وايش في عندي خيار؟ في عندي خيار انه انا اعمل اروح بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه كيف بدي اختار؟ بناءاً على straight line distance straight line distance straight line distance اللي نفترض انه هنا بين نمت وفاقراس اللي نفترض انه خمسين وهنا اللي نفترض انه هي هادي مثلاً ستة وخمسين مين الاقرب؟ خمسين بس هل فعلاً هذا الحل هو يعني مش حل هذا يعتبر؟ شفتوا وين المشكلة؟ هادي شغلة الشغلة التانية انه ممكن في نود من النود انه فعلاً تكون هي قريبة جداً تكون قريبة جداً لبوخارست تمام؟ لكن انه ممكن يكون حل تاني اي نعم صحيح انه هادي اقرب لالها تمام؟ انه زي هيك بس ممكن انه لو انه انا اخترت انه مش هادي لو اخترت هادي مثلاً ممكن انه يكون تكلفة الحل ككل انه اقل هنشوف هادي كيف يعني هتوضح بالمثال اكتر طيب نيجي للـ A star algorithm في الـ A star algorithm نضيف له النظرة العامة ايش هي النظرة العامة؟ انه انا عندي يعني استراتيجيتين في البحث تمام؟ اللي هي الـ Uniform cost search بالاضافة للـ Greedy algorithm طبعاً هذا search algorithm blind بذكركم انه هو blind وهذا ايش informed ليش informed؟ لانه بيحتوي على معلومات على الـ Goal هنا هذا ما بيحتوي ما بيعرف وين الـ Goal هذا search algorithm هنا بيحتوي على معلومات على search algorithm والـ Greedy شفنا قبل شوية على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على الـ H على شو بنا نسوي فيهم هدول التنين؟ بنا ندمجهم مع بعض ونعمل algorithm اسمه A star بدي اخد الخصائص تبعت هذا والقوة تبعت هذا والقوة تبعت هذا وندمجهم في algorithm واحد اسمه A star يبقى الـ A star ايش بدي اسوي؟ بدي يعرف دالتين ايش هي؟ دالة الدالة اللي موجودة في الـ Greedy ايش اتفقنا هي؟ الـ H هي عبارة عن order by global proximity or forward cost انه كي ديش النوت هادي بعيدة عن الـ Goal اما الجي هي عبارة عن الدالة اللي بدنا نستخدمها في الـ Uniform Cost انه 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 بدي اختار الدال عفاً بدي اختار النوت الـ Cost تبعتها اقل تمام؟ برجع واذكركم هنا في الـ Uniform Cost سيرش انه احنا حكينا هنا انا عندي واحد تسعة تلاتة مين الاقل؟ عملنا expand لواحد صح؟ بعديها انه ستاعش لا ستاعش انه ستاعش و تسعة و تلاتة لا تلاتة الـ Cost تبعتها اقل فبالتالي هي اللي بعملها expand وهكذا فبالتالي الـ Uniform Cost Search ايش ادال للـ G يبقى هذه هي الـ G هذه هي الـ G هي عبارة عن المسافة بين المدن هي تكلفة الانتقال من هاي المدينة لهاي المدينة واحد وبين هاي المدينة لهاي المدينة تلاتة تمام؟ يبقى هذه الـ G اما الـ H عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الـ Straight Line Distance بين المدينة هذه والـ Goal Straight Line واضح؟ هذا كلام اموضح هنا في الصورة في السلايد هاي تمام؟ يبقى هنا الـ G بنبدأ انه هي بصفر والـ H اللي هي الـ Straight Line Distance هايها ستة هيك ستة تمام؟ طبعا هذا الـ Expand كـ 3 يعني عفوا مش الخريطة يعني ما بنفعله انا اقول انه Straight Line Distance زي هيك بس انه هذا Expand لـ 3 مش مش الخريطة الفعلية فدي امسح هذا الـ أوكي فالفكرة كمان مرة انه الـ G انا موجود في الـ G هادي الـ Start Node تمام؟ يبقى الـ G بتبدأ بصفر الان عند الانتقال من S لـ A شو الكوست؟ أنا عندي واحد طب من A عندي خيارات B و D و E عند الانتقال لـ B الكوست 2 عند الانتقال لـ D الكوست 4 يعني بمعنى آخر ممكن نحط انه هادي المسافة هايها هادي هنا هيك وهادي 2 وهادي 4 بهذا الشكل اما الـ H هي عبارة عن المسافة The straight line بين كل نود والـ Goal هادي كديش بتبعد عن الـ Goal الـ A خمسة الـ B كديش بتبعد ستة الـ D كديش بتبعد اتنين فروح بعرف الدلة تبعتي الـ A star search على أي دلة بيعتمد على دلة الـ F وهي عبارة عن مجموع الـ G زائد الـ M الـ G زائد الـ H أوكي؟ فهيك عملنا combining يعني عملنا combine between الـ Uniform Cost Search والـ Greedy Search هذا بيعتمد على الـ H وهذا بيعتمد على الـ G فبالتالي أنه هذا هو الـ A star algorithm وواحد من أشهر الـ algorithms في الـ AI لأنه فعلاً بتكون فيه عنده نظرة عامة وأنه يعني يعتبر أفضل من خوارزميات كثيرة لأنه بتكون فيه عنده معلومات أكتر أنه كيف يعمل الـ Search فضل دكتور رجع على السلايد القبل ها أنا مش فهم إش هي الـ H الخمسة بين A واش هادي هادي عبارة عن المسافة بين النود A والـ Goal قديش قديش أنه بين A و G بالضبط بين A و G بس مش النود كهنا هادي عبارة عن الـ Tree expand لـ Tree عشان تفهم المقصد بين الـ Tree والـ Expansion قدي أرجع هنا هادي بنا نعتبرها أنه خريطة مدن هادي ماب وهادي إيش؟ 3 الماب اللي هي الـ Graph يعني؟ لا 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 الماب هي خريطة مدن زي بوخارست تمام؟ اعتبري هدول مدن تمام؟ يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أنا في عندي طريق بين S و D فيش عندي طريق معبدة بين S و B مفيش، مش موجود أوكي، الآن الـ G زي ما هو موضح هنا هادي عبارة عن G هادي عبارة عن G G هي عبارة عن تكلفة الانتقال من المدينة S للمدينة B تكلفتها واحد لكن من S لـ D تكلفتها قديش؟ 3 تمام؟ نيجي الآن لـ B و D اللي أنا زرتهم هدول إيش بدي؟ بدي الـ H تبعتهم إيش الـ H تبعتهم؟ هي عبارة عن The Straight Line Distance بناء على الـ Assumption تبعي تمام؟ عبارة عن عبارة يعني بناء على الـ H اللي أنا افترضتها اللي هي الـ Straight Line Distance بين الـ D والـ Goal تمام؟ لنفترض انه هادي المسافة الـ H بتزاوي 7 أوكي؟ وهنا الـ B هادي هاي ها المسافة بين هاي الـ G إيش المسافة؟ لنفترض انه هي 9 هادي الـ H تبعها بتزاوي 9 واضح إيش الـ H وإيش الـ G واضحة بـ تمام؟ الآن اللي موجود في السلايد هديك هو عبارة عن 3 expansion يعني ما بنفع أني أنا أقول والله هادي مسافة بين هك و هيك لا على الخريطة بدي أسوي هاد الكلام مش هنا تمام؟ فهي هاي اللي أنا بدي أوضحه هنا يبقى هادي عبارة عن 3 هاي بدي أكتب لكم عليها على السلايد عشان أبضل عندكم هادي عبارة عن 3 تمام؟ عشان هيك أنا بديش أرسم خط مستقيم زي هيك أقول إنه هادي straight line distance لأنه هذا الكلام عفواً هذا الكلام مش بديش يصير في عندكم لبس أوكي؟ يبقى هنا B و D تمام؟ إيش الـ G تبعتها؟ هي عبارة عن تكلفة الانتقال بين A ل B تكلفة الانتقال 2 هايها و H تبعت الـ B هو عبارة عن المسافة الـ straight بين الـ B والـ goal تمام؟ زي ما هي موجودة على الخريطة مش هنا ما بقدر نعمل straight line هيك أنا هادي عبارة عن 3 expansion فبدي أرجع على الخريطة تمام؟ وأرجع أتطلع إنه قديش المسافة المباشرة أو المستقيمة بين الـ B والـ G لقينا إنه هي 6 طيب الـ D الـ G تبعتها قديش؟ 4 اللي هو عبارة عن تكلفة الانتقال بين B عفواً بين A لـ D والـ H تبعتها قديش؟ 2 اللي هو عبارة عن قديش إنه D قريبة من الـ goal أو المسافة المستقيمة بين D والـ goal 2 واضح؟ فـ A star algorithm كيف بيختار النود؟ بيختار النود بناء على الـ F والـ F عبارة عن H عبارة عن combination بين الـ G والـ H واتحط الـ A star algorithm من أهم الـ algorithms في الـ AI فإذا فيه شغلة مش واضحة احكيلي ارفع عيدك واحكيلي يعني أول إشي بيشوف بيشوف الطريق الأنسب من الـ G بعدين بيحسبوا من الـ H في كل خطوة في كل نود فبالتالي هيك أنا بكون في عندي نظرة إلى الأمام ونظرة كذلك يعني بحسب الـ F من الـ S للـ A بعدين من الـ A للـ D صحيح صحيح يعني هنا أنا بدي أختار أنا عندي خليني أمسح هذا الكلام كله أنا عندي هنا من الـ S تمام هاي الخريطة على فكرة هذه الخريطة وهذه الـ 3 أوكي الآن أنا عندي من الـ S ما عندي أي خيار إلا أروح للـ A صح؟ لأنه فيش عندي أي طرق تانية في الخريطة تمام؟ فبالتالي هاي ما في عندي أي خيار تاني الآن من الـ A أنا في عندي ثلاث خيارات أروح للـ B للـ D للـ E تمام؟ طيب الجي تبعت الـ E عبارة عن قديش؟ هادي الجي تبعتها قديش؟ واحد زائد تمانية هاي ها تسعة طيب والـ H طيب والـ H قديش إنه هي straight line distance للـ A قديش؟ واحد هنا الـ H قديش؟ ستة قديش إنه هي بعيدة عن الـ G هادي الـ H قديش؟ واحد هادي الـ H قديش؟ اثنين وهكذا تمام؟ فالآن أنا ما أجي أنا أختار بدي أحسب الـ F الـ F هنا قديش؟ صفر زائد ستة تساوي ستة، صح؟ نيجي هنا قديش مجموحة دول؟ ستة ستة، بس أنا ما عندي خيار تاني، لازم ما في عندي اي خيار تاني، نيجي الآن هنا نين وستة، تمانية، نين واربعة، ستة، تساوي واحد، عشرة، أوكي؟ فالآن أنا عندي عشرة، وستة، وتمانية، وين بدي أروح؟ بدي أروح باتجاه الستة، بدي أختار الـ D ليش؟ لأنه الـ H تبعتها، عفواً الـ F تبعتها، ستة واتحت إنه كيف إنه أنا بطبق الـ F في كل خطوة، يجينا طبقناها في هذه، هذه ما في عندي خيار، خلاص نوت واحدة، هنا ايش صار في عندي عشرة، وستة، وتمانية، اللي هو عبارة عن مجموعة الـ G مع الـ H هذه الـ F تبعتها تمانية، هذه الـ F تبعتها ستة، هذه الـ F تبعتها عشرة، فشو بروح بختار؟ بختار الـ 6 هيك أنا بكون فعلاً في عندي نظرة للأمام، إنه شو الطريق اللي بيكون أقرب للـ goal، وفي نفس الوقت بطلع تحت رجلية، إنه لا أروح أسهل بهذا الاتجاه، ولا أسهل بهذا الاتجاه، فدمج التنين مع بعض بيديني قوة أكتر، يعني في الـ A star، يعني كـ search algorithm. أوكي، واضح؟ هي، هي أسئلة تانية على الـ A star، الـ algorithm كمان مرة، إذا حاسس حالك إنه في شيء مش واضح، اسأل. أنه الـ A star، زي ما ذكرنا أنه كتير مهم أنه إنت تقدر تطبقه، وتكون إنه فاهمة، لأنه من أهم الـ algorithms في الـ AI، فضل، خالد. دكتورة الحين بالنسبة للمشكلة اللي عندنا هل بنفع لـ traffic يكون من ضمن الـ heuristic يعني؟ صحيح. تمام. يعني، وين بدك تحطها؟ في الـ G ولا في الـ H؟ في الـ H. في الـ H. في الـ H. إذا أنت، يعني الـ H أنت بدك تعتبرها أنه straight-light distance، إذا بدك تعتبر أنه الـ H هي عبارة عن، يعني كديش مقدار الازتحام، أوكي، يعني بكون. برضو بنفع أنه أنت تحطها في الـ G. يعني على سبيل المثال، تكلفة الانتقال بين A و D لي هي الـ G عبارة عن ثلاثة، صح؟ بس هذه الثلاثة، إذا كانت الطريق فاضية ومعبدة، لكن إذا كان الطريق تحملها ويتغير، بدأ الثلاثة بدي يصير سبعة. فعبارة عن تغيير أرقام في الـ G، ممكن يكون أنه أنت تحطها في الـ G بطل. أسئلة ثانية قبل أن أتفضل. الأمر راجع للشخص اللي هو اللي رح يعمل الـ problem في الـ H. شو الأفضل إليه بالنسبة إليه؟ والشخص اللي بدي يعمل ديزاين. آه، ديزاين، تمام. نعم. نعم. تمام، يأتقى. هي أسئلة ثانية. أوكي. شو الشرط؟ إنه الـ A star إنه بدي يتوقف. أنا في عندي عمليتين. NQ و DQ. NQ هو عبارة عن وضع النود في Q. DQ هي إخراجها من الـ Q. فبالتالي هنا الشرط للخوارزمية الـ A star إنه هي تتوقف إنه only stop when we DQ a goal. إنه إحنا نتأكد إنه إحنا عملنا يعني طلعنا النود تبعات الـ goal من الـ Q. فبالتالي إحنا فعلا إنه إحنا وصلنا لها. ليش؟ إذا عملنا NQ للـ goal ما بتوقف. لأنه قد يكون إنه بناء على الـ F إنه مش هو هذا المساري اللي أنا بدي إياه. لا بيكون إنه لازم أحسب لازم أحسب الـ F لا يعني افترضوا معايا إنه هاي الـ Q. تمام؟ أوكي أنا في عندي nodes هنا لنفترض أنه في عندي هنا S مثلاً G بي في عندي كمان مرة G بس الجي هذه وصلت لها بـ F مثلاً سبعة والـ F هادي وصلت لها بـ خمسة. أوكي مش معناته إنه إنت حطيت النود G في الـ Q. معنا ذلك إنه إنت لقيت حل وطوقفت لا. قد يكون إنه إنت أثناء الحسابات يعني إنت بتحسب يعني بتحسب يعني بتحسب إنه قديش إنه هادي النود للـ Goal وهادي النود للـ Goal قد يكون إنه إنت عرضياً إنه إنت بتروح بتضيف الـ Goal State إنت عندك ضمن الـ Q. بس كل واحدة بـ F مختلفة. أوكي فلما يعني مش لما إنت عملها إنه Q تضيفها في الـ Q بتروح تتوقف لا لما إنت عملها DQ. إيش يعني DQ إنه إنت عندك الـ Goal State تبعتك إنه هادي تختار الخمسة ولا السبعة لأ بختار الخمسة. هاي عملية الـ DQ اللي هي إخراج هادي النود من الـ Q تبعي. بس يعني نقطة بسيطة جداً. نطبق هذا الكلام على أراد. بدي يكون في عندي شغلتين إنه بدي أرجع هنا على الخريطة. الخريطة هادي هايو هادو هادو التنتين مع بعض. عشان هيك أنا إيش ممكن أسوي. ممكن هاي. روح أنسخها أحط لك إياها هنا. أوكي أنا بدي يكون في عندي شغلتين. هادي إيش بتمثل؟ الـ H وهدول الـ underlined كلهم عبارة عن الـ G X. أو N إذا احنا منعتبر إنه النود أنا عندي N أوكي؟ يعني whatever. منان على الخريطة هادي هاي حطيتها في سلايد قدامها قبل ما إحنا ننتقل. تمام؟ لاحظ إنه هادي عبارة عن F. هادي عبارة عن إيش؟ G والـ H. عشان أشوفكم صح صحين معايا. هادي الـ H. لا الجيل جي هادي. الجيل إنه نود. صحي. تمام. أنا في أراد. هادي الـ start state. تمام؟ قديش تكلفة الانتقال. إذا أنا كنت في أراد. تكلفة الانتقال في أراد صفر أنا موجود فيها أردي. والـ H قديش؟ اللي هو المسافة straight أو المستقيمة بين أراد وبوخرست. هادي عبارة عن الـ H. أوكي؟ هاي أول نود. فشي عندي غيرها؟ بروح بعملها expand. إيش طلع لي؟ هادول. هاد الرقم اللي هو عبارة عن 140. الـ G. في 253 الـ H. وهنا نفس الإشي. 118 الـ G. زائد 229 الـ H. هكذا. فعيش طلعنا عندي الأرقام 300. هاد الـ F. ما ذاكرك كمان مرة. 393 وهنا الـ F. 447 وهنا الـ F. 449. مين اختار؟ طبعا هاي. أوكي؟ اللي بعده. طبعا ممكن أنا أرجع لأراد بس حكينا أنه الخيار هذا. يفترض أنه أنا مهام ما أحطوش في الـ TRI. يعيش لي أنه مديش أنا يكون في عندي تكرار في الـ TRI. فأنا عندي 415. 671. 413. 413. 671. 415. مين الأختار؟ هادي. الـ F تبعها أقل. بعمل expand. بيش بيطلعنا عندي. 500. و 26. 417. 535. 30. تمام؟ ف... يفترض أنه أنا أعمل expand لهاي. بس هادي أنا ضفتها كمعلومة هنا عشان أنت تشوف أنه أنت وصلت لبخارست هنا باستخدام 418. لكن في الـ greedy factor. إذا إحنا طلعنا على الـ greedy هيك تتذكر المسار ركز معايا كتير كويس. الـ greedy وين راح؟ وراء الـ greedy على الطول. هذا هو المسار. أراد سيبوي فجراس بوخارست بشكل مباشر. صح؟ هو إيش راح يعمل؟ لا. في الـ aster راح اختار يعمل x-man لهذه النود. تمام؟ وبعديها واحدة منهم أنه كانت أنه هي اللي بتأدي لبخارست. بس اتطلالي على التكلفة. هنا. يبقى هنا اختار أنه يعمل x-man لهذه. ليش؟ يعنيه 413. وهنا 415. لا. هذه أقل. بناء على الـ f. اللي هي عبارة عن combination من الـ g وال-h. تمام؟ بعدين. 417. 535. 525. لا هذه. لا مع الـ expand لهذه. إيش بتطلع معي؟ بوخارست 418. 515. كروفيا 615. لا هذا الـ goal تبعي 418. الآن هذا المسار حكينا تبع ايش؟ الغريدي. فعلا عشان أنه هو طمع اختار هذا المسار. اوكي؟ لكن الـ a star صحيح المسار أطول شوي. أو عدد الـ nodes أكتر. ولكن الـ cost تبعته قديش؟ 418 ولا 450؟ لا 418. يبقى هذا المسار تبع الـ a star. واضح المقارنة. أنه يكونت عندك نظرة بين رجلك ونظرة للأمام. ولا يكون في عندك نظرة فقط للي بين رجلك. فالـ a star في عنده نظرة للأمام. تفضل. خالق. دائما الـ a star أحسن من الـ greedy؟ صحيح. يعني هو الـ function اللي بيستخدمها الـ h هي عبارة عن combination بين الـ heuristic و الـ g تبع الـ uniform cost. يعني بياخد بعين الاعتبار الـ cost والإضافة للـ heuristic. أكيد أفضل بكتير. هو يعتبر من أفضل الـ algorithm. مش مقارنة بس بالـ greedy. حتى بالمقارنة مع depth والbreedeth والـ uniform cost لوحده. كمان مرة. الـ a star هو عبارة عن دمش بين زي ما حكينا. حكينا إنه هدا blind وهدا informed. هدا في الـ g وهدا في الـ h. دمجناهم بعض عشان نعمل الـ a star. صدر الخارج. دكتور الآن الـ uniform cost. الـ greedy. نفس الموجود عندنا هنا. إنه هي ما بتطلع لها قدام بس تطلع تحت جريهها. يعني إيش الفرق ما بينهم؟ الـ greedy بيستخدم الـ heuristic. بجأة من على straight line distance. يعني استمعني بس. ركز معي كتير كويس. الان هذا الـ uniform cost على ايش بيعتمد بيختار النود للتكلفة تبعتها اقل ايش المقصود بالتكلفة الولا انتقال من النود للنود للساكسسور نود واضح ايش الساكسسور نود النود التالية يبقى هنا انا عندي صفر واحد تسعة تلاتة واحد اختار عملنا لها expand صار الـ cumulative cost التكلفة المتراكمة 16 16 ولا 9 ولا 3 فبالتالي هو عبارة عن التكلفة هذا الـ uniform cost اللي هو التكلفة بين بين النود الحالية والساكسسور نود النود التالية تمام؟ هذا الـ uniform cost استوعبته كويس نجي الان الـ greedy الـ greedy عرفنا احنا الـ h تمام؟ وحكينا انه الـ h انا عندي هو عبارة عن الـ straight line distance انا فرضتها زي هيك تمام؟ فبالتالي هو بيجيش يطلع انه الـ 140 هدي بتطلعش عليها عليش بتطلع؟ بتطلع على سي بوي هدي قديش بتبعد عن بوخرست هدي قديش بتبعد عن بوخرست ك-straight line distance يبقى بتطلع على الـ h لوحدها تمام؟ يبقى الـ greedy algorithm بيستخدم لـ heuristic function يعني هذا بس مجرد تعريف لـ heuristic function بننطبقه في خوارزمية ايش صميناها الخوارزمية؟ greedy algorithm عليش بتطلع عليش بتستخدم بتستخدم الـ h تمام؟ وبناء على الـ h يبقى هادي الأرقام اللي انت شايفها هادي عبارة عن هاي ها straight line distance اللي هي الـ h هادي الـ h أوكي؟ فهذا هو الفرق بين الـ greedy والـ uniform cost search كل واحدة كيف؟ ولكن في بينهم حاجة مشتركة انه الـ 2 ما في عندهم نظرة عامة يعني لقدام أو هادي صحيح لا مش ما في نظرة عامة الـ greedy بما انه الـ h في عنده نظرة في عنده معلومات على الـ goal في عنده يعني معلومات يعني بتطلع لقدام انه عشان هيك ازا انت موجود هنا فعلا خيار منطقي جدا انه انت ما تروحش بهذا الاتجاه انت يا عمي تبعد عن الـ goal تمام لكن هادي المعلومات مش كافية لازم انه انت اضيف معلومات انه هاي تكلفة الانتقال من هنا لهنا تكلفة الانتقال من هنا لهنا زي هيك لانه قد يكون انه انا مجموعة هذا المسار كله طويل جدا اي نعم انه الـ straight line distance انا عندي زي هيك تمام بس التكلفة اللي موجود هنا كتكلفة متراكمة ممكن تكون اكبر مكتير ما انه انا اروح بهذا الاتجاه سي هيك ابو خريست متحد تمام طيب خلينا نتوقف هنا لانه بدنا نصل لنقطة مهمة يعني خليني احكي على heuristic في المحاضرة الجاية اكتر لانه حيكون مطلوب منك انه انت تعمله heuristic وهنا البطولة تيجي انه انت بدك تشغل مخ تحط له heuristic منطقية مناسبة تساعد في ايجاد الحل فخلينا نتوقف هنا بس بدي اشوف اذا في عندكم اسئلة قبل ما انهي المحاضرة في شوفت في التشات اوكي في اسئلة قبل ما انهي المحاضرة التطبيق في اوكي كويس انهي طرحتي هذا السؤال التطبيق راح يكون في عندكم هنا في عندكم هذا السايت هذا اللينك موجود هاي سيرش القرث هم هت بدي اصره لكم لينك على الموديل تمام ممكن من خلاله انه انت انه 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 انت تعمل لهادي التول مبنية على الجافا تمام وفيها شغلات كتيرة تمام احنا ايش بدنا 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 لغراف سيرشينج هادي التول لما اجي انا نزلها خليني انزل الجار احاول اتغلها بالجافا انا 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 نزلت الجافا بس الان قبل شوي اوكي اوكي فالان هادي عبارة عن التول بتساعد بتعملي simulation انه بعمل اول حاجة create وبعضين انا عندي هنا solve اوكي ايه لcreate انه بختار هنا بدي اعمل اول حاجة load للسامبل وهنا بختار simple research هنا عندي انت الكتير لشغلات لغراف وكل الشغلات هذي فممكن نختار هنا السامبل فهاي انا عندي زي هيك وممكن بالمناسبة انا يعني اعدل على هاد الرسمة وانه انا اعمل مثلا يعني create new graph وانه اروح اعمل انا عندي هاي node سميها node zero وهنا كمان node 1 تمام بروح بعمل edges بناتهم زي هيك وبحط ال cost انه والله هذي مثلا 140 زي هيك تمام وفي عندي خيار هنا select edge property انه هنا في من ضمن الخيارات show edge cost وهنا في show heuristic node heuristic هذا لسه انا ما عرفتوش فممكن انا حدده هنا من خلال property تبع النود انه ايش تبعها اوكي وبحدد انه هادي عبارة عن regular node ولا start node ولا goal node بكمل ال graph تبعي زي هيك بهذا الشكل فانا بده اروح اعمل load لل sample اوكي هاي ظاهرة كل المعلومات اللي في وبروح بختار هنا انه solve بدي اختار الخورزمية تمام الخورزمية انه algorithm selected depth first فعليا بروح بورجيني انه هاي step by step تمام وممكن اشرق الكل steps مع بعض هاي الstep الاولى هاي الstep التانية عمل visit ل node تمام هيك 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 لغاية لما وصل للgold فبالتالي انه بورجيني عدد node expanded 10 والcost انا عندي 28 اوكي ممكن اغير الالغورثم search algorithm بروح بختار breed وهي الاسطار موجود انا عندي تمام ممكن اعمل بال 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 الاسطار وبروح بعمل اوكي تك تك عدد node انا عندي 4 والcost 28 ففعلا انه الاسطار افضل في problem معينة اوكي فعشان انتو تستوعبوا المشكلة اكتر او يعني تطبيق العملي راح يكون عنا من خلال اداة مش انه انتو تعملوا implement لهادي الالغورثم لانه الالغورثم سادي already implemented على الانترنت يعني هادي التور راح نزلكم اياه المحاضرة الجاية انه بتخليكم الطبق العملي عملي على هذه الشغلة والتطبيق العملي الهدف منه في هادي يعني في هذا الكورس هو استيعاب المفاهيم النظرية فهذه الطول كتير كتير ممتازة وحتلاقوا اللينك على المودل ان شاء الله سؤال غيره دكتور الان بالنسبة هل هي حسب الحين انه كان في بروبلم جبل شوي انه مدينتين ما بيقدرش يروح بعد هيك فبتكون فالكمبلت يعني الكمال تبعها ممكن يكون مفيش فيها انه يصل لحل معين ممكن انت تحط شرط اضافي في الالغورثم انه اذا صار في عندك سايكل انه تعمل لالنود اللي بتأدي للسايكل انه لا روح لها على النود اللي بعديها يعني هذا يعتبر من التحسين اعطل الالغورثم او يعني ممكن انت تستخدم الالغورثم تاني افضل زي الاس تار بما انه انت في عندك الالغورثم افضل ليش تستخدم بس الفكرة في الموضوع هنا انه انه انت تستوعب الكونسب تبع الغريدي انه احنا ما وصلنا للأستار الا من خلال الغريدي الغورثم او الغريدي سيرش يعني هو عبارة عن بين الغريدي و اليونيفور كوست سيرش في اي اسئلة اضافية تمام اكيد طبعا كل موعد كل كل اسامة حيكون في موعدة للتسليم على الموديل حتلاقوا انه المحاضر المحاضر الجاي لا المحاضرة الماضية انه بعتقد انه ظهر ولكن اوكي ماشي بشوف هاي القصة بشوف هاي القصة لانه يبدو بعد الابديت على الموديل انه ما بيظهر الموعد النهائي تبع الاسايمين اوكي اي شغلة تانية اي اسئلة تانية قبل من انه المحاضرة انه نتفق انه المحاضرة الجاية ان شاء الله هنكمل في موضوع السيرج وحنركز على موضوع وهنركز على موضوع تطبيق هاي كيف يوم الاثنين احنا اتفقنا المسجلة لا هتكون مباشرة ان شاء الله احسن احسن ما هو اوكي مباشرة انا انا ما عندي اصلا غير 14 واحد بس حاضر يعني يعني المعظم بعتمد على المسجلة فبالتالي شعرف يعني اوكي خلينا نشوف المحاضرة الجاية انه حية وهو المشكلة انا انا عارف يمكن المشكلة انتو عندكم في الموعد انتو بتحبوش تصح وبدري بس انا ما في عندي مجال غير هذا الموعد يعني كيف تمام يبقى احنا موعدنا ان شاء الله ل يوم التنين في الموضية اللي احنا ذكرناها وبخصوص اللي يسجلوا جديد على الموديل او مش موجودين على الموديل ياريت انه انتو تتابعوا المحاضرات من البداية وتحضرو وتحضرو الفيديوهات عشان انه تقدر انه انت تتبع معايا في الكورس يعطيكم العافية جماعة ونشوفكم المحاضرة الجاي ان شاء الله